حتى حد مع لاراسو ريشا عشرة سنين حبس مع خطيئة مالية بـ 800 ألف دينار في حق قاضية تم ضبطها في كرهبتها في ولاية المونستير وفوقها مبلغ مالي من العملة الصعبة قادروا حوالي مليار ونص مليار ونص من المليمات طبعا كانت بيشتوصلوا لمدينة برغن بن جردين لفائدة بعض الأطراف اللي تنشط في مجال تهريب العملة خبر يوري أولاً اللي القاضي مواطن ينجم يكون صالح كما ينجم يكون طالح ومعاقبة القاضي يزمها تكون بهذه الحدة على خاطر هو من يسهر على تطبيق القانون هو يجسد سلطة القانون هو اللي يحكم ضميره قبل ما يخذ أي قرار القضاء هو مقياس الخير في الأمم وهو معيار العظمة في الأمم وهو رأس مفاخر كل أمة حية وراشدة كما يقول أحد المحللين وفساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة كما قال ابن خلدون المدينة الفاضلة اللي يحلم بيها الفيلسوف إفلاتون رأي ما هيش موجودة وهي مدينة يعني تتمنى أن يحكمها الفلاسفة كما هاته حب بلاتون إفلاتون حب الفلاسفة هم اللي يحكموا كين يظن أنهم بحكمتهم بش يردوا كل شيء في هذه المدينة معيارياً وبناء عليه ستكون فاضلة المدينة الفاضلة المدينة يلقى فيها المواطن والزائر أرقى وأكمل أنواع الخدمات بأسلوب حضاري بعيد عن التعقيد وبعيد عن الروتين ومن غير تسويف وبعيد عن سوء التعامل المدينة الفاضلة مقترح لمدينة جديدة ومختلفة عن كل المدن حاجة جديدة تصور جديد والاختلاف مش في المظهر العمراني برك وإنما في كل شيء على كل مستويات في المستوى الحضاري والسكاني والأداء الحكومي وعند الخواص المدينة الفاضلة هي مقترح لمدينة أساسها الإنسان نفسه سواء كان مسؤول أو موظف أو عامل كبير ولا صغير راجل ولا مرأة مواطن ولا مقيم وبش يرجع على البلاده وبكل ما تحملوا كلمة الفاضلة من معاني سامية في الشارع في العمل الحكومي في العمل الخاص في المراكز التجارية في دور العبادة في المساجد في الكنائس في المطاعم في الأسواق في كل موقع نلقاو الفضائل والميثالية والوعي والرقي تتجسد في كل وقت وبأرقى صورها ولكن هذه المدينة اللي حلم بها إفلاتون مش ممكن تتحقق إيس سختن مونبا في الوقت هذا وفي تونس عليش تقولولي هل خاطر الفسادة عامل عروق في كل مكان وكل المجالات وتلقاه بختوه ويبقى الإنسان إنسان وهو خطأ بطبعه ولكن أي خطأ يزمو يتصلح أو يتدرك أو يتنحى في أول فرصة باش ما يكبرش والناس اللي تحلم بالمدينة الفاضلة يزموهم يعرفوا اللي فما واقع كان هم من عالم السياسة نقولولهم اللي فما لغيال بوليتيك اللي هي ترجحهم للواقع وكان هم فلاسفة ينجموا يقعدوا يحلموا ويعطيونا أحسن تصورات باش نجمو نيخذه منهم أحسن ما فما وفما حاجة اسمها يعني أنك أنت تعطي المثل تكون المثل الأعلى يزمك تلقاها خاصة عند شكون عند القاضي القاضي اللي ينزم يحكم بضميره وبعقله وبحكمته ويكون عادل ومنصف وحتى شيء ما ينجمي أثر عليه وفما زيدة إنكزيجانس دام بخسياليتي نسكن كيف كيف قدام القاضي القاضي راو تغنيوا عليه واللي غنى يا قاضي الأحكام واللي قال يسيد القاضي يمخلص لحويل وفما حتى شكون غنى على قاضي الغرام وقاضي العشق القاضي راي حاجة كبيرة برشة يقف قدامه أي مواطن بش يحكم عليه وذيك عليه هو مطالب أكثر من غيره بش يكون مثالي مي 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 كم يقولوا بالفرنسية لذيك عليه المدينة الفاضلة قادة حلم افلطون